نشوف مع بعض الفيتامينز ونشوف البي كومبليكس الفيتامينز ونعرف ليه سميناهم وإقصته يعني ليه سميناهم كده سميناهم كده هم مختلفين وكل واحد بيعمل حاجة كل واحد مهم في حاجة ولكن كلهم 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 بيدقوا في المية وكلهم موجودين في نفس يعني بلاقيهم في نفس الزورس غالبا يعني كل الزورس موحد اللي هو كلهم في والليفر واليست كلهم طيب موجودين في نفس الاكل في اعراض نقصهم غالبا بتكون واحدة ليه لان انا باكل حاجة معينة لو مكلتهاش يعني انا باكل حاجة معينة فيها كل البي فيتامينز لو مكلتش الحاجة دي هيحصل لي مثلا على الاقل اعراض نقص اتنين او تلاتة او اربعة من البي كومبليكس صح؟ مش سنجل مثلا مش نقص فيتامين بي وان بس لا تلاقي واحد واثنين عكم واحد كده الفونكشون بتاعتهم كل الووتر سلوب اصلا شغالين ككو انزيم يعني انا عندي فيتامين سين مرة اللي فاتت شغال كو انزيم الانزيم اسمه هيدروكسيليز دي كلمة السر بتاعه كل البي كومبليكس اصلا شغالين ككو انزيم الفوليك اسد والبي اتناشر بيشتغل في الهيماتوبويسيس يعني فورميشن اوف ريت بلاد سيلز الابزوربشن بتاعهم غالبا كلهم من الانتستن ويروحوا على البورتال سيركيوليشن ولكن هناخد في بعض الحاجات المهمة نقول المكان بالزبط بتاع الانتستن اللي بيحصل له ابزوربشن فيه وبيكون كمان ام سيكيوم طيب الاستورج بتاع البي كومبليكس يعني بيكون مينمال ما بيتخزنش قوي ده طبعا سببين اللي هو ثانيا مفيش مكان يخزن بس في بعض الفيتامينز هنقول عليها انها بتتخزن ولكن برضو اللي بيتخزن بيتخزن بصورة مينمال طيب فعلشان كده تخزنهم قليل جدا فلو انا مفضلت مثلا كم يوم او كم اسبوع كده بس ما بكلش الاكل اللي فيه الفيتامين بيه هحس على طول بمين هحس باعراض الناس تمام؟ طيب بيزيد الاحتياج ليهم في البرجنانسي تمام؟ الفوليك اسد بيتخزن والبيت ناشر بيتخزنه اكتر من الباقيين خلاص طيب التوكسيست بتاعت الفيتامين بي كومليكس ايه رأيكم بقى؟ يعني هي كومون ولا ان كومون وليه؟ طبعا ان كومون لي يا دكتور لان انا اصلا دوتر سولوبل يعني الزيادة بتاعته الزيادة بتاعته لما اعمل كمان ساتيوريشال لكل المخازن اللي ممكن يتخزن فيها اللي هي اصلا قليلة اه فبيزيدوا في الدم وعلى طول رابد لوس في اليورين لان اليورين زي ما احنا عارفين اه ده ووتر سولوبل فهينزل لليورين وخلاص طب تعالوا بس نقسم تقسيمة بسيطة كده ونرجع لأول صفحة في الفيتامينز هل وقتها اهو ده بقى وقتها قسمناهم الى هيماتو بيتك اللي بيدخلوا في صناعة البلاد سيلز اللي هو الفوليك اسد والبيت ناشر والانرجي ليليزنج مش هما طبعا بيتكسروا ويطلعوا طاقة لا احنا نبعد عن الموضوع ده تماما وما دول ما بيحصل لهمش كتابوليزم ويخرجوا طاقة انما دول شغالين ككو انزيمز في تفاعلات الطاقة زي الناد ناد اتش بلاس اتش دي بتطلع تلاتة اي تي بي والفات دي بتطلع اه اتنين اي تي بي والصيامين ده بيدخل في تفاعلات طاقة كتير والبيوتين والبنتوثينيك اسد دول كده بيدخلوا في الانرجي ريليزنج ري اكشن وشغالين ككو انزيمز فيها في حاجات بقى التانية اللي زي البايروديكسين والبايروديكسال والبايروديكسامين ده فيتامين بي سيكس وفي شوية حاجات كده زال ليبويك اسد وباقي شوية فيتامين زي يعني هم دول اغلب البي كومبليكس المهمين يعني يستحسن نحفظ دول كده يعني لازم هكون فيهم سؤال الثايمين الثايمين ده طبعا نسيبك بقى من السورس بتاع كل البي كومبليكس احفظ شوية سورس كده لو ما اللي احنا قلناهم فيه الانترودكشن وخلاص رسقهم في كل الباقي الا لو في حاجة سبيشال هنقوله طيب بداعه مكاون من هي دكتور مكاون من بايرميدين رينج اهي بايرميدين رينج مسكة مع سيازول رينج بميثيلين بريج مش عايز اكتر من كده بايرميدين رينج وسيازول رينج مسكين مع بعض بميثيلين ايه بريج هل دي الاكتفورم لا دي مش الاكتفورم شيء مهم جدا 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 نحفظه اسمها تي بي بي او اسمها الثايمين بايروفوسفيت بايروفوسفيت يعني فوسفتاية مسكة مع فوسفتاية بنسميها بايروفوسفيت الفاسفارة بتتم ازاي بتتم طبعا ان انا باخد اتنين فوسفيت من اي تي بي بخرج وامي بي وانزيم اسمه كايينيز الانزيم اللي بين الفوسفيت زي ما اتفع ثمام يبقى طبعا الثايمين كايينز ده موجود في الليفر والريتسيل والنيرفاس تيشو بيعمل اكتيفيشن اوف ثامين الى ثايمين بايروفوسفيت الثايمين بايروفوسفيت ده كو انزيم في اثنين رائكشن مهمين جدا لتنين اللي لهم علاقه بالطاقة اثنين مهمين جدا 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 هو شغال بقى كو انزيم للاتنين دول واحد اسمه اكسيداتف دي كاربوكسيليشن اوف الفا كيتو اسد نفهم بس الموضوع الفا كيتو اسد يعني ايه يعني ادي اسد دي الكربون رقم واحد واللي بعدها الكربون رقم اثنين او بنسميها الفا الالفا دي لو فيها كيتو يبقى اسم المركب ده اسمه الفا كيتو اسد طيب على سبيل المثال ده مين ده واحد اسمه بيروفيد اسمه ايه اسمه بيروفيد البيروفيد ده اجماعة الى بيطلع من الزلايكولز يعني لو انا حرقت الجلوكوز بطلع مين هذا البييروفيد وهذا البييروفيد بحوله الى عملية او بحوله الى مادة مهمة جدا جد جدا جدا اسمها استيطيل كو ايه وبطلع من استيطيل كو ايه دي فيه كريبس سايكل طاقة تمام اهي كريبس سايكل دي بقى فيها تنين الفا كيتو اسد واحد اسمه ايزو سيتريت واحد اسمه الفا كيتو جلوتا ريد طيب واضح ان من اول الجلوكوز لغاية لما ادخل لكريبس انا شفت تلاتة الفا كيتو اسد الفا كيتو اسد في عمل ايه بقى اسمها يعني بقلل يعني بقلل المركب كربونا اسطيل كو ايه ده كربونتين والبيروبيد ده تلات كربونات فلما اجي من هنا لهنا يبقى اسمه ايه اكسيداتيف دي كربوكسيليشن الايزو ستريت ده ست كربونات لما اجيب منه الفا كيتو جلوتا ريد ده خمس كربونات يبقى بنزع سي او تو هزا الخمس كربونات لما بجيب مادةlegeيب منه المادة اللي بعدها الساكسنايل كو ايه دي بتكون اربع كربونات اذا لما اغوزة اقلل المركب بعمل دي كاربوكسيليشن ولكن هنا بزود عملية اسمها اوكسيديشن يعني بنزع هايدروجين كمان فدايما السهم بيكون عليه ايه بيكون طالع منه هايدروجين ناد اتش بلاس اتش كده وبيكون طالع منه الكربونة اللي نزعتها يبقى ده كده اللي طالع عن السهم واسم الانزايم بيكون اسمه دي هايدروجينيس كومبليكس لو في حالة البايروفيت يبقى اسمه بايروفيت ده هايدروجينيس كومبليكس في حالة الايزوستريت ايزوستريت ده هيدروجينيز كومبليكس في حالة الكيتو جلوتاريت يبقى كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز ايه كومبليكس طب حلو جدا عايز تقول لي بقى دكتور عايز اقول ان هذا الانزيم له خمسة كو انزيم مهمين جدا بقى ده انزيم له خمسة كو انزيم بنجمعهم في كلمة تليفونك ناشي تليفونك لما اهو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى دلوقتي يبقى كل الاكسيداتف دي كاربوكسيريشن اللي بتاعت الالفا كيتو اسد دي كلها تحتاج انزيم اسمه دي هيدروجينيز كومبليكس وخمسة كو انزيم اول واحد فيهم اسمه تي بي بي اللي هو ثايمين بايروفوسفين واحد اسمه لايبويك اسد واحد اسمه فاد واحد اسمه ناد واحد اسمه كو اي انا بقولهم ليه لان كده كده احنا بناخد في الفيتامينز دلوقتي فكلهم لما نيجي ناخد الفاد اللي هو رقم اتنين دلوقتي حالا ان شاء الله اقول لك برضو مهم في قد دي هيدروجينيشن انزيم تمام يبقى فهمنا ان ايه الفا كيتو اسد وفهمنا يعني ايه اا اكسيداتف دي كاربوكسيريشن يعني بعمل اكسيديشن ودي كاربوكسيريشن تمام طيب من ضمن الحاجات دي برضو امينو اسد اسمهم فالين وليوسين وايزوليوسين لما بعمل لهم يعني بنزع منهم الامينو جروب بيفضل حاجة اسمها الفا كيتو اسد كل امينو اسد بنزع منه الامينو جروب برضو بيديني حاجه اسمه الفا كيتو اسد فالالفا كيتو اسد ده حاجة كبيرة جدا عندنا طب حلو جدا اا على سبيل المسلاك دي هيدروجينيز كيتو غلوتاريت دي هيدروجينيز اللي موجود في السيترك اسد ايه صعائيكي لا الموضوع ده مهم جدا 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 للطاق طيب تاني حاجة بقى تاني ريأكشن كبير حاجة اسمها ترانز كيتوليز ترانز كيتوليز يعني بنقى للكيتوم من مكان لمكان وده بنتعرف عليه في ريأكشن او في باثوي اسمه بنتوس فوسفيد باثوي في الكاربوهايدريت ميتابوليزم ان شاء الله بقى اسمه بنتوس فوسفيد باثوي وده في كده انزيم اسمه ترانز كيتوليز الترانز كيتوليز ده مهم جدا في الثامين بايرو ايه بايروفوسفيد طيب الثامين ده مهم جدا للنيرف ميمبران طيب لو نقص بقى هذا الثامين بيعمل حاجة اسمها بيري بيري ده اسم المرض اسمه بيري بيري او فيرنيكس كورساكوف سندروم تمام طيب الميكانيزم بتاع هذا المرض ان بيقل التي بي فيقل الكونفيرشن بتاع البايروفيت الا اسمتلكو ايه اللي احنا لسه قيلينه فدول كانوا تفاعلات طاقة فيقل الطاقة جدا فيحصل فيه فانكشن كتير هتقل علشان الطاقة قلت فيحصل في الاخر ايه يجي يكون بيري بيري هو ده يعني ايه تفسير البيري بيري اللي هو قلة الطاقة طيب في البداية بيكون اكيوت طبعا وبيكون اسمه دراي ليه لان بيحصل ايه بقى قلة الطاقة في النيرف بتعمل بريفران نيورايتس التهاد في العصاب الطرفية اللي هو نامنس اللي هو دغدغة او اكلان او تنميل نامنس طيب ويحصل مصر ويستنج عشان مفيش طاقة في المصر بيحصل مينتال كونفيوجن بيحصل سبيتش ديفيكالتز يعني بيحصل صعوبة في الكلام وتوهان ده برضو علشان الطاقة ايه قلت طيب بععد كده بععد شوية لما الموضوع يصبح كورونيك لو اصبح كورونيك يعني وما ماتش ايه اللي هيحصل هيحصل فشل في عضرة القلب فلو حصل فشل في عضرة القلب طبعا الفينوس هيزيد كده والقلب مش قادر يضخ فيزيد وراه لو زاد وراه يعمل كونجيشن اللي هي اديمة يعمل كونجيشن والكونجيشن يعمل ايه اديمة ويعمل ديزنيا يعني يعمل صعوبة في التنفس والنوع ده زي ما احنا شايفين كده طالما فيه هارت فيليار وفي مية كتير فبيسموه ويت بيري بيري يعني كورونيك بيري بيري لما القلب عضرته تنتهي او تبوض شوية فيحصل اديمة ويبقى ايه ويت انما في اللي فاتت كان دراي طيب بعد كده انفنطيل بيري بيري هذا الطيب هو كوم اللي فيه الاطفال اللي في تمام طبعا بيكون فيه اعراض كده اعراض نفس الاعراض دي وبيكون صعب شوية في التشخيص فقط بيفضل يعيط جامد بس يعني ما بيصحش ما بيصرخش يعني ما فيش صويت جامد كده للطفلة هو بيعيط بس بس كتير يعني ومن غير ايه ومن غير دموع كمان وممكن طبعا يموت ده حاجة اسمها انفنطيل بيري بيري ده كده الثيمين واهم حاجة طبعا فيه البيري بيري ونعرف بس التوري اكشن بتوع ان هو مهم كمان للاعصار الريكويرمنت واحد ونصف ميلي جرام بيردي تعالوا بقى على فيتامين دي تو ده موجود فين خلاص عارفنا بتاعه مكون من حاجة اسمها فلافين رينج ودي بعتبرها كنيتروجنس بيز قاعدة نيتروجينية وريبيتول لهو كحول خماسي بعتبره مكان السكر الخماسي فالاتنين دول مع بعض كأنهم نيوكليو زايد كأنهم ايه نيوكليو زايد خلاص طيب يبقى الفلافين رينج كأنها قاعدة نيتروجينية والريبيتول كأنه سكر خماسي لهو ده كحول بتاع سكر خماس لريبيتول جاي من الريبوز طيب الاكتف فورم بتاعته بقى اسمها اسمها ايه فلافين مونو نيوكليوطايد نيوكليوزايد غير اللي Programs لما بحط عليها فوسفيت يبقى اصبح اسمه فلافين مونو نيوكليوطايد Labium فلافين مونوFML دي كده يسوي الاكتف فورم بتاعته يلا عشان الامسك يو يبال اكتف فورم اوف رايبوفلافين رايبوفلافين اللي هو ريبيتول مع فلافين ده كده اسمه رايبوفلافين الاكتف فورم بتاعته اسمها فلافين مونونيكلوتايد لما يتحط عليها فوسفيتو تصبح نيوكلتيدا كأنها نيوكلتيدا يعني عشان كده وحيانا في الشافوي في درس النيوكلوتايد يجي دكتور يقول لك ايه حتى تعرف نيوكلوتيدا بس السكر اللي فيها مش سكر كحول يعني بدل السكر كحول اقول ايوه اعرف الفامن اللي هو فلافين مونونيكلوتايد ده مفياش سكر دي فيها كحول السكر الخماسي طيب في اكتف فورم تاني اه لما فوسفيت دي بتاعت الفامن تمسك مع الفوسفيت بتاعت نيوكلوتيدا تانية اللي هي ال اي بي اللي هي ال اي ام بي الامي بي لقى ادينوزين مونونيكلوطايد وقادي فلافين مونونيكلوطايد فدول بقى ضاينيكلوطايد يعني نيكلوطايد مسكت مع نيكلوطايد عن طريق الفوسفيد فنسميها فلافين ادينين ضاينيكلوطايد اللي هي فاد يبقى الاسم ده لازم حضرتك تكون عارفه لان احيانا بيجي لك في الكمبيت اكتب الفلنيم وفكذا فالفلافين مونونيكلوطايد يعني دينيكلوطايد واحدة لما مسك مع الفوسفيد فلافين ادينين داينيكلوتايد لأدي ادينين لوحدها نيكلوتيدا وفلافين لوحدها نيكلوتيدا والاتنين مسكوا مع بعض من الفوسفيت فنقول عليهم فلافين ادينين داينيكلوتايد وهم الاتنين دول الاكتف فورم بتاع الريبو فلافين طيب تمام اللي فاسفر الريبو فلافين خلاص عارفينه اسمه كينيز شكرا الانزام ده خلاص بقى معنا وحنا خلاص يعني حفزناه خلاص الفونكشن بقى بتاع البيتو والله الاتنين شغالين كهايدروجين والالكترون كارير لتفاعلات الاكسادة والاختزال للهايدروجين والالكترون كارير يعني شغالين كهايدروجين وكالكترون كارير نقصه نقص الريبوفلافين ما بيعملش يا جماعة مرض باسم كده لاهو بيعمل شوية اعراض يعني مش مميت ولكن بيعمل شوية اعراض زي اوكولر ديستيربنس زي الفوتوفوبيا فوتوفوبيا دي مش معناها ان انا بخاف من النور بس كده وقعد في وقت الضلم لا معناها ان انا في عيني لللايت يعني بيحصل فيها التهابات لما تشوف اللايت مش معناها بس ان انا ايه بخاف من اللا بيعمل التهابات كمان ويعمل طيب بيعمل حاجة اسمها كليوزيس يعني في شرينج اوف انجل اوف ماوس او ويعمل حاجة اسمها جلوسايتس يعني ايتس يعني التهاب في الطنج ويعمل حاجة اسمها ديرماتايتس يعني في سكن ديرماتايتس دي كده اعراض ما اصل ايه الريبوفلافي ندخل بقى على طول على النياسين اللي هو فيتامين بي ثري السورس بتاعه هنزود عليه بس ان النياسين ده ممكن ييجي ازاي ممكن يتصنع جوه جسم ازاي لو انا واكل امينة اسد اسمه تريبتوفان فستين ميلي جرام التريبتوفان بيعملوا واحد ميلي جرام نياسين بيدخلوا في تصنيع واحد ميلي جرام ايه نياسين وهذا التفاول محتاج فيتامين بي سيكس يعني ادي التريبتوفان وبي سيكس نياسين عشان ده هنحتاجها لان نقص النياسين بيعمل مرض اسمه بيلاجرا فممكن مين اللي يعمل بيلاجرا اما نقص النياسين او نقص البي سيكس او نقص التريبتوفان هلو كده تماما احنا فاهمين يعني اللحمة الميت فيها تريبتوفان وده مهم للنياسين الكورن اللي هو الدرة ما فيهوش نياسين ولا تريبتوفان وبنقول كده علشان الناس النباتيين ياخدوا بالهم ياخد بقى الايه النياسين من مكان تاني بدل ما يحصلوا البيلاجرا للي بتاع مقابل من نيكوتينيك اسد لوا النياسين نيكوتينيك ايه اسد وهزا النيكوتينيك اسد بايريدين ديريفاتيفز يعني بعتبره كنيتروجنا سبيز بعتبره كقعدة نيوتروجينية ده نانتوكسيك سابستانس من التوكسيك الكالويد نيكوتين بتاع التوبيكو عارفين نيكوتين اه ان هو النيكوتينيك اسد او النياسين ده ده النانتوكسيك السابستانس اللي طرع ايه منه الاكتف فورم بقى ممكن احاوله الى انيكوتينيمايد وهزا النيكوتينيميد بيدخل على طول في ضاي نيوكروتايد اسمها النيكوتينيمايد ادنين ضاي نيوكروتايد نيكوتينيمايد ادنين ضاي نيكلوتايد وهيى دي NICK الصورة الاكتف الاول اهيه ماشيه ادي الناد اندو نياسين دي امة الربتوفال نيكوتين أمايد إما إيه? ليسين. بيتستنعوا لحاجة أسمها نيكوتين أماير أدنين ضاي نيوكلوتايد. ما أدنين ضاي نيوكلوتايد? ودي الاكتيف فورم الأولى. في واحدة تانية نيكوتين أمايد زيادتي كstatic في السكر هنا. دي بسميها نادبية باسمها نيكوتين أمايد قال انين ضاي نيوكلوتايد فوسفيت. ودي لها استخدامات كهادرجين كارير ودي لها استخدامات كهادرجين ايه كارير ده كلام متابوليزمي بك ان شاء الله. تماما. بتصنيع الناد والناد بيه خلاص اهو. هارفنا ايه. الفونجون بقى. اهم حاجة هما هيدروجين كارييرز. هيدروجين ايه? كارييرز. مهمين جدا للأكسيديشن ريداكشن. مهمين جدا جدا جدا. طيب. تاني حاجة لقيوا اني. اه الناياسين سبحان الله بيقلل البلازما كوليستيرول ولكن لسه الكلام ده مش يعني لسه ما نعرفش السبب الرئيسي ايه? يعني بيقول لك هو بيدخل بس في تصنيع الايبوتروبك فاكتور. وبينقل الدهون وكده. بس لسه مش عارفين. هو لورنج بلازما ايه كوليستيرول. فبيستخدم لعلاج الهاي بلازما كوليستيرول والليبيدز. تمام? بيقلل الكوليستيرول كونسنتريشن وبيقلل الفلو اوف فري فاتي اسد. يعني بيقلل مشي الفاتي اسد اللي رايح يصنع كوليستيرول. فبيقلل الفاتي اسد فبالتالي يقلل الكوليستيرول. طيب. في حاجة بقى خيرا. ايه دي بي رايبوز? اي دي بي رايبوز دي بتيجي ازاي يا دكتور ولا بص كده معي يا جماعة? لو دي لو ده كده النيكوتينيك اسد. اهو. واد السكر بتاعه يبقى دين نيكوتينيك اصد نيكليزايد واد الفوسفيت ادى النيكروتيدة الاول. واد الادنين واد السكر واد الفوسفيت ادى النيكروتيدة ايه? التانية. لو انا نزعت نزعت بس ده ده كده يعني خلاص طيارت ده هيفضل مين هيفضل ادنين ورايبوز بس يبقى حاجة اسمها لما انزع لما انزع اللي هي النيكوتينيك اسد من المركب كله من الناد هيديني وده بيدخل في الريبوزيليشن اف بروتين والبولي اي دي بي ريبوز ده في النوكليو بروتين بيدخل في الدي اني اري بير ميكانيزم يدخل مع الدي اني ناقص النياسين بيعمل لي حاجة اسمها البلاجرا وهذه البلاجرا هي بيصيب فيعمل درماتايتز ويصيب الجي اي تي فيعمل ضيارية ويصيب السي ان اس فيعمل ديمينشيا يعني عادة او جنون ولو متعالكش وفضل الحال على ما هو عليه هيحصل له ديس فيبا ديزيز اوفور ديز الكوزيس والله احنا كنا عملنا معادلة فوق كده فيعمل النياسين نفسه ناقص يعمل التريبتوفان ناقص يعمل بي ستة ايه ناقص يعمل واحد نباتي وبياكل كورن والكورن قولنا انه مفهوش ولا تريبتوفان ولا ناياسين يعمل بقى في مرض كده اسمه هارت نابس ديزيز الانتستم بتاعتنا اهو والاستومج بتاعتنا الجهاز الجا اي تي بتاعنا يعني ما بيحب الشاسيد التريبتوفان فما بيمتصوش فيه دفكت في الرينالتيوبلر ري ابزوبشن اوف تريبتوفان فيقع على طول في الكيدمي طيب في مرض تاني اسمه الارجينتافينومة الارجينتافينسيل دي المرض ده له اسمه تاني اسمه ماليجنان كارسينويد سندروم ارجينتافينومة الارجينتافينسيل دي بتاخد بتاخد التريبتوفان وتصنع منه ناياسين طيب لو حصل اه يعني لو حصل بتاخد اوجد تريبتوفان معلش بتصنع منه سيريتونين في حاجة اسمه ارجينتافينسيل بتاخد التريبتوفان وتصنع منه ايه سيريتونين طيب لو حصل في هذي الارجينتافينسيل دي امر زادت جدا زادت 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 مين من التريبتوفان فهتاخد كل التريبتوفان اي Blizzard تصنع بي ايه سيريتون hypocathram Ellen عملين هو مفيش حاجة تصنع مين مياسين بالطالع اجارت على حق النياسين فاخدت كل التريبتوفان عشان تصنع منه السيريتونين وسميناها ماليجنت كارسينوس سندروم او ارجينتافينوما يعني تيومور في الارجينتافين سيل فاخدت كل التريبتوفان وحوله الى السيريتونين وبالتالي النياسين هيقل فالبلاجرا ايه هتقل طيب فيه دواء بقى اسمه ايزونازايد ايزونازايد ده بيعالج التيوبركلوزيس اللي هو اللي هو الضرن او السل وبيمسك في البي سيكس ولو مسك في البي سيكس احنا قلنا ان تحويل التريبتوفان الى نياسين محتاج ونقص البي سيكس يعمل بلاجرا ايضا خلاص او بيعمل حاجة اسمها بلاجرا لايك لان النقص الرئيسي هو نقص النياسين بلاجرا يعني نقص الايه النياسين تمام نكمل بقى ان شاء الله في المحاضرة اللي جاء عشان وقت الفيديو ما يتوقش